السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورجعنا مرة أخرى ويكمل الموضوع على SDK فإذن إحنا عدنا المنمم SDK اللي انتختارت Level عالي جدا ممكن مننا أغير على فكرة يعني ممكن مننا أعملها SDK 23 بس هنا الـ Grade اللي يطلب Synchronization من جديد حتى يضيف المعلومات هذه فالتطبيق إنه هذا التطبيق ممكن يشتغل على SDK 23 أوكي لاحظ إحنا السامسونج ما بيشتكي تمام لاحظ رجع طبيعي قبل فترة قبل شوي أو بالدرس السابق كان بيشتكي كان بيقولك إنه ما بينفع تشغل على هذا الـ SDK بس الآن المنمم SDK اللي موجود في السامسونج 28 أنت قلت لأ أوكي اسمح للـ APIات اللي هي 23 فما فوق فأنت عندك بالـ Note 28 فمن الطبيعي إنه هذا التطبيق ممكن يشتغل بالـ Note ممكن تشغيلها في داخل الـ Note أوكي يعني فيزر لقنا لـ View خلي نجيب على الشاشة الأولى تمام لاحظ هنا دعم العملية الـ Install هذه تراح تلاحظ كثير لاحظ إشتغل بدون أي مشاكل إذا هنا إيجيت وشلت الـ Pin أوكي؟ لاحظ التطبيق شغال mysdk لماذا؟ لانت قللت sdk version هاي ممكن تواجهك لما تحمل مشاريع من الgethub جهازك ممكن يكون قديم ما يقبل انه يتحمل بيها فاذهب للgradle اذهب للbuildgradle app على الpackage الاندرويد طبعا هذا يعرض لك المشروع بأكثر من شكل اندرويد المفضل فهنا انت عندك بالapp من sdk الخاص بك version هو 23 لاحظ التطبيق الان اشتغل بدون اي مشاكل بس اذا هذا التطبيق رجعنا على سبيل مثال 29 لاحظ هنا ما بيشتكي السامسونج بس اذا قلنا له مثلا synchronize now الان رح بعد ما يخلص السامسونج رح يشتكي لاحظ هنا سامسونج شي يقول لا انت عندك minimum sdk 29 وانا كجهاز 28 فصعب الشغل لك يا لاحظ الان هذا التطبيق حتى يشتغل gradle build running المفروض انه هذا التطبيق ينغلق ولن يعمل لاحظ وقف التطبيق سيحاول انه يعمل install لا يحاول يعمل install لكن رح تفشل المحاولة لاحظ فشلت ما اشتغل التطبيق لسبب بسيط انه من sdk احدث من device api level فمن الصعب انه تشغل هذا التطبيق في داخل جهازك فاذا صدفت هذا النوع من المشاكل لما تحمل مشروع انت موبايلك مثلا الapi level 23 او 24 او 25 فليكن 23 فاذا كان هو minimum sdk و29 ممكن تحوله الى sdk بنفس الlevel يعني ممكن تحوله الى خلي نقول 28 على سبيل المثال وتعمل له synchronize كون انه انا اكشفت السامسونج هنا لانه يقول لي انا 28 خلاص ممكن انا اعمل 28 وقل له run المفروض انه التطبيق رح يعمل ليش لانه 28 ف28 هو نفس الlevel اللي موجود بها النوت 8 فاذا جيت شغلت من جديد التطبيق رح يشتغل بدون اي مشاكل هذه خليها في بالك لاحظ رح يشتغل بس لكن انت عندك 28 ال sdk تمام بمعنى فقط على الlevel ال 28 هذا التطبيق رح يشتغل اي تطبيق اقل من 28 رح يرفض انه الجهاز يشتغل عليها فاذا جيت على settings على سبيل مثال هنا عندي نوت 8 ده يظهر لي تمام واذا انزل في عندي هنا software information تمام لاحظ ال android version 9 android version 9 فاذا هذا التطبيق عملت على sdk minimum sdk 28 اذا رح يشتغل فقط على android 9 فما فوق اذا حبيت يشتغل اقل يعني ممكن تعمل على 19 اوكي اهنان رح يدعم حتى الموبايلات القديمة تمام يعني حتى الموبايلات اللي هي kitkat kitkat قديمة جدا اوكي فيقدر انه التطبيق انه يشتغل على طبعا مع المعملات synchronize تيجي تعمل للrun من جديد اوكي حتى تشغل التطبيق لاحظ الgradle يعمل build جديد على minimum sdk 19 فبالحالة المفروض انه التطبيق يتنصب ويشتغل بدون اي مشاكل اوكي بس لكن بالحالة اذا عملت انت على minimum sdk version لازم تخلي في بالك كثير من مكاتب لن تعمل اذا اشتغلت المكاتب it's okay بعض المكاتب رح هي تشتكي رح تقولك انه انت minimum sdk قليلة جدا لازم ترفعها شوي لانه هذه المكاتب لن تعمل على هذا ال sdk ففي حالة انه شوف لاحظ التطبيق يشتغل بدون اي مشاكل في حالة انه هذا امتى يفيدك يفيدك لما تجي تشتغل مع فريق او تشتغل على مشروع قديم او انت تعينت في شركة او لقيت مشروع في ال gethub وحملت ولاحظت انه مثلا التطبيق انت عملت كود معين او استخدمت مكتبة معين وما اشتغلت اوكي طلع عندك error غير معرفة اتأكد من minimum sdk وحتى تعرف انه هذا يدعم هذه المكتبة لان المكاتب ايضا يكتبو لك اياها يعني لما تستخدم مكتبة معينة من الانترنت راح يقولك انه لازم تستخدم اندرويد تسعة او اندرويد الاي بي اي level يكون 23 تمام فتيجي تتأكد المينيمم sdk version اش قد اوكي طيب احنا احنا نوصل لنهاية الدرس ونقولكم مع السلامة اشتركوا في القناة